الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تذكرت لعبرتنا فيها من الآيات برسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلاموه أجمعين لقد أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده إن أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله ولقد قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي فإلى شيء من سيرهم وإلى شيء من قصصهم إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أذكر بسيرته إذ غزى بني قريزة صلى الله عليه وسلم فأذكره بغزوة بني قريزة فأقول مستعينا بالله عز وجل لما منّى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان ورفع عنهم الضر وأجاب المضطر منهم وصرف الأحزاب عنهم في غزوة الخندق إذ الله سبحانه وتعالى أرسل ريحا وجنودا لم يرها الصحابة فكانت سببا في هزيمة أهل الشرك المتحزبين حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب أهل الشرك أذهبهم الله وكسر شوكتهم وهدأت الأحوال وزال الخوف عن المؤمنين وانقشع غبار المعركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه فجاءه جبريل عليه السلام وعليه أداة الحرب فقال يا محمد وضعت سلاحك يا محمد والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها انهض يا محمد قم إلى بني قريضة بني قريضة الذين عهدوا رسول الله عهدا ونقضوا العهد والميثاق الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمحوا لأهل الشرك أن يدخلوا من قبلهم من ناحيتهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يقتلوا أهل الإسلام ولكن الله خيب سعيهم فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهد بني قريضة عهدا أن يحمل مدينة من قبلهم وأعطوه هذا العهد والميثاق ولكن ولما اشتدت الأمور خانت بني قريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهروا أعداء الله ظاهروا الأحزاب وخانوا العهود ونقضوا المواثيق فلما كان ذلك وسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحزاب المتألبة عليه وصرفهم الله جاءه جبريل على النحو المذكور فقال إنهض يا محمد إنهض إلى بني قريضة والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها فعلى ذلك قد كان جبريل يقاتل يوم الأحزاب وكذا الملائكة عليهم الصلاة والسلام فلما قال ذلك جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة لا يصلين العصر إلا في بني قريضة وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا متوجها إلى بني قريضة عليه الصلاة والسلام وترك على المدينة على ما ذكره أهل السير عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال أهل السير وعطى الرسول صلى الله عليه وسلم راية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض الصحابة أيضا حملوا رايات وذابوا جميعا لحصار بني قريضة إلا أن من الصحابة من أدركهم وقت المغرب وهم في الطريق إلى بني قريضة فلما اقتربوا من وقت المغرب توقفوا قالوا ماذا نصنع هل نصل العصر في بني قريضة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خرج وقت العصر أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فقط منا أن نسرع في الذهاب إلى بني قريضة فاختلف الصحابة بناء على الاجتهادات التي تنوعت فريق يقول سأقف هنا وأصلي العصر لأن النبي إنما أراد مننا الإسراع فقط وقد أسرعنا وصلاة العصر ستفوتنا فصلى فريق العصر في مواطنهم لم يصلوا إلى بني قريضة إلا بعد أن صلوا العصر في موعده وفريق آخر واصل المسير ولم يصل العصر حتى وصل إلى بني قريضة بعد غروب الشمس عن اجتهاد منه وعن امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من الفريقين لم يعنف هؤلاء ولم يعنف أولئك بل أقرهما جميعا ففيه أن الاجتهاد له وجه ما دام الشخص يتحرى مرضوط الله سبحانه وتعالى ففريق امتثل الأمر الصريح الذي هو من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة هو فريق امتثل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هو أيضا خشي أن يقع تحت طائلة الأحاديث الأخر كحديث الذي تفوته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله هو حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله الشاهد أن النبي أقر الفريقين عليه الصلاة والسلام ذهب الصحابة إلى بني قريضة وما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصروا حصون بني قريضة حاصروا حصارا شديدا واشتد الحصار على بني قريضة فقذف الله في قلوب القرزيين الرعب وإلا فقد كانت حصنهم مشيدة وكانت قصورهم منيعة وكان عندهم من الزاد زاد كبير من الطعام والشراب والسلاح في الحصون بينما المسلمون كان ما بيدهم من الطعام قليل ومن السلاح قليل ومن الزاد قليل ثم إن النبي وأصحاب النبي لم يكونوا في المدينة بل كانوا في غير بلدتهم وبني قريضة في حصونهم وقصورهم عندهم طعامهم وشرابهم وسلاحهم وكانت الأجواء باردة فالأمور كانت شاقة على المسلمين إلا أنهم سبتهم الله عز وجل وحاصروا يهود بني قريضة حصارا شديدا فقذف الله في قلوب القرزيين الرعب قذف الله في قلوبهم الخوف الشديد ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد قال نصرت بالرعب مسيرة شهر أي أنني يكون بيني وبين عدوي مسيرة شهر فيقذف الرعب في قلوب أعدائي فينصرني الله عز وجل بالرعب الذي قذف في قلوب أعدائي فالحاصل أن بني قريضة لما اشتد عليهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب رضوا بأن يحكم بينهم وبين رسول الله حكم نزلوا على الحكم ورضوا بالحكم فمن يحكمون سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من ترضون حكمه قالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ سيد الأوس سيد الأوس إذ كانت الأوس حلفاء لبني قريضة في الجاهلية وكانت الخزرج حلفاء لبني قينقاع في الجاهلية إلا أن بني قريضة رضوا بحكم سعد بن معاذ ظنين أنه سيحسن إليهم ويجاملهم في الحكم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ كيأتي يحكم في بني قريضة يحكم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن سعد بن معاذ كان أثناء غزوة الخندق أصابه سام في أكحله فنزف نزيفا شديدا نزف نزيفا شديدا وسال منه الدم بغزارة فقال سعد بن معاذ اللهم إن كنت أبقيت للقرشيين حرب فأبقني حتى أحارب هؤلاء القرشيين أهل الشرك الذين حاربوا رسولك وصدوا عن سبيلك وإن كنت يا ربي لم تجعل بين رسولك وبين القرشيين حربا فاجعل موتتي في هذا الجرح الذي أصابني ولا تمتني يا ربي حتى تقر عيني من بني قريضة الذين خانوا رسولك وغضروا به فلما نزل يغود بني قريضة على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به وهو جريح كي يحكم فلما دعى بدعوته اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريضة توقف الجرح وتوقف النزيف رقأ الدم فلم يخرج منه شيء أتجى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه إلى يهود بني قريضة للحكم فنزلوا على حكمه والرسول صلى الله عليه وسلم رضي بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فلما أقبل سعد بن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم وفي هذا مشروعية القيام للقادم مشروعية القيام للقادم لعلة من العلل فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام لسعد بن معاذ حتى تعظم منزلته في أعين القوم الآخرين كذا قال بعض العلماء وقال آخرون إن النبي إنما قال قوموا إلى سيدكم يعني لمرضي لجرحة ففي رواية قوموا إلى سيدكم فأنزلوه وهذه الرواية من ناحية السند ضعيفة الإسناد يعني لفظة فأنزلوه أما قوموا إلى سيدكم فثابتا ومن ناحية الفقهية وعن حكم القيام للقادم فالأصل فالأصل عدم القيام للقادم بصورة مضطردة إلا إذا دعت إلى ذلك علة من العلل جاز القيام له أما عدم القيام بصورة مضطردة فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب أصحاب كان أحب الناس إلى أصحاب كان أحب الناس إلى أصحاب ومع ذلك إذا أقبل عليهم لم يقوموا له لمعرفتهم بكراهيته لذلك وقد قال أيضا من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار أما إذا دعت إلى القيام علة جاز القيام كان يكون الرجل بعيد العهد بالقوم فيقومون له وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إذا ذأب إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها قامت إليه فقبلته وأجلسته وإذا ذهبت إلى بيته قام إليها فقبلها وأجلسها فلعلة التوقير يجوز أيضا والنبي قال للصحابة من الأنصار قوموا إلى سيدكم فقاموا إليه ورحبوا به فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء إن هؤلاء نزلوا على حكمك أي رضوا بحكمك فأتي بالقوم مقيدين مكبلين ووضعوا في مكان من الأماكن حتى ينظر بالذي سيقضى عليهم به هذا وقد كان باب التوبة مفتوحا لمن أراد أن يسلم هو من ثم يأمن على نفسه وعلى ماله وعلى زوجته وأولاده وبناته فباب التوبة لم يكن مغلقا أبدا فالحاصل أن القوم رضوا بحكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى زراريهم ونساؤهم وأن تقسم أموالهم أن تسبى زراريهم وأن تقسم أموالهم وأن تقتل مقاتلتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الملك يعني بحكم الله من فوق سبع سماوات فكان حكم سعد موفقا ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وأنزل الذين ظاهروهم أي أنزل الله اليهود الذين عاونوا أهل الشرك وهم يهود بني قريضة وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا فهذا يؤيد ما ذاب إليه سعد من الحكم فضلا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لقد حكمت فيهم بحكم الله أو بحكم الملك من فوق سبع سماوات فأتي بهم أرسالا يؤخذون وهم مكبلون يستدعى منهم عشرة فيؤخذون ويذهب بهم إلى أخاديد وخنادق خندقت لهم فيقتلون ويدفنون عشرة بعد عشرة قيل كان عددهم أربعمائة وقيل كانوا ستمائة وقيل سبعمائة الله أعلم بعددهم على وجه التحديد فقتلوا وكان المتشكك في أمره الذي لا يدرى أبلغ أي أبلغ الحلم أم لم يبلغ الحلم كان المتشكك في أمره يكشف عنه عن سوأته عن عورته إن كان نبت له شعر شعر العانة علم أنه قد بلغ فيقتل وإن لم يكن نبت له شعر فيترك على أنه لم يبلغ فكان محمد بن كعب الكراضي من الذين لم ينبتوا أي لم تظهر لهم عانة فترك وأسلم رضي الله تعالى عنه فالشاهد أن سعدا حاكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم نساؤهم وتقسم نساؤهم هكذا فعل بيهود بني قريضة وإن قال قائل ما الفرق بين يهود بني قريضة وبين أهل الشرك من أهل مكة عام الفتح إذ النبي قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فكان ذلك رأيه وكان ذلك حكمه في القرشيين فلماذا فعل ذلك ببني قريضة أقول إن بني قريضة كان بينهم وبين الرسول عهد فخانوا خيانة عظمى غدروا غدروا وأما كفار قريش فلم يكونوا كذلك كانوا يظهرون أمرهم ويقاتلون على شركهم زاهرين أما بنوا قريضة فهم غدروا وخانوا والغدر والخيانة أقابوها أشد وأنكا وثم إن الذي حكم بذلك فيهم هو الله سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين أجرى ربنا الحكم على لسان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ثم إن سعدا طلب من الله سبحانه وتعالى الشهادة وأن تكون موتته في تلك الرمية التي التي أصابته قال الله مفجرها علي إن لم يكن بين رسولك وبين أهل الشرك معارك وغزوات فانفجر الجرح وتوفي وتجهد بذلك سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ولما أتي به ليدفن قال بعض أهل النفاق الموالين لبني قريضة ما أخف جنازته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله بل ولقد قال تعالى اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأيضا أخبر النبي بفضله إذ قال وقد أتي بمناديل من حرير قال عليه الصلاة والسلام وقد تعجب الصحابة من مناديل الحرير هذه التي في يد رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أتعجب أتعجبون من هذه لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها فالحاصل أن سعد بن معاذ وفقه الله وحاكم فيها أولئي اليهود أهل الغدر والخيانة من بني قريضة بالحكم الذي قد سمعتم أن تسب ذراريهم وتقسم أموالهم وتقتل مقاتلتهم ففعل بهم ذلك وكان معهم في هذا التوقيت حيي بن أخطب اليهودي من رؤساء بن النظير من رؤساء يهود بن النظير فكان قد أتى إليهم وفاء لسيدهم إذ كان صاحبا له أعني أن سيد بني قريضة كان صديقا وصاحبا لحيي بن أخطب والد صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها فأتي بحيي بن أخطب هذا اليهودي لعدائه لله ورسوله ولأنه كان مخرضا للأحزاب على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذاب أيضا مؤازرا بني قريضة كي يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به فقدم وضرب عنقه ضربت عنقه وقتله الله سبحانه على أيدي المؤمنين وبأيدي المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب التي أبوها اليهودي حيي بن أخطب بعد أن قتل أبوها وقعت في السبي قسمت في السبي فصارت لدحية الكلبي فأتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله إن في السبي امرأة لا تصلح إلا لك وأصر على رسول الله أن تكون صفية له فأخذها النبي بعدد من الأرأس بعد أن طيب دحية الكلبي نفسه لرسول الله لما قال له الصحابة إنها لا تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بمقابل كبير ثم إن الصحابة لما أدخلت صفية بنت حيي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما ندري أهي إحدى أمهات المؤمنين أم أنها مما ملكت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي ملك يمين أم أنها أصبحت إحدى أمهات المؤمنين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عطقها صداقها جعل عطقها صداقها فقال الصحابة قالوا إن إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه ذلك لأن الحرائر وعلى وجه الخصوص أمهات المؤمنين كنا يحجبنا إذن له قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أما الإماء اللواتي يبعن ويشترين فلم يكن يحجبن لم يكن الحجاب الذي هو تغطية الوج مفروضا على الإماء ذلك لأنهن يبعن ويشترين وقد رأى عمر رضي الله عنه رأى عمر رضي الله عنه امرأة من الإماء تحجبت وتنقبت تجلببت وتنقبت فعلاها بالدرة قائلا يا لكع أتتشبهين بالحرائر أتتشبهين بالحرائر فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عطقها صداقها فلما خرج خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحجبت صفية بنت حيي علم المسلمون أنها إحدى أمهات المؤمنين وصفية هذا يمتد نسبها إلى هارون هارون عليه السلام هارون بن عمران أخو موسى عليه السلام يمتد نسبها إلى هارون ومن ثم يمتد نسبها إلى يعقوب عليه السلام فهي إذن صفية بنت حيي ابن أخطب الهارونية الإسرائيلية رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين رضي الله عنها فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى غنم رسوله وغنم المسلمين أموال بني قريضة كما قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا فوسع الله على المسلمين بذلك وإذا كان من الصحابة من أعطى الرسول نخلات أو نخلة فبدأ الرسول يرد تلك النخلات إلى من أعطاها إلى أصحابها فكان أنس أو كانت أم سليم من من وهبن لرسول الله بعض النخلات وكانت منهن نخلة حسنة كانت أم سليم وهبتها النبي عليه الصلاة والسلام فوباء النبي أم أيمن حاضنته فجاء أنس يأخذ النخلات التي وهبها التي كانوا وهبوها لرسول الله لأن النبي لما وسع الله عليه من نخيل بني قريضة رد النخل إلى أصحابه الذي كان قد استوهبه منهم أو وهبوه له فجاء أنس يطالب بالنخلة جاء أنس يطالب بالنخلة التي أخذتها أم أيمن فأبت أم أيمن أن تعطيها له فقال لها النبي أعطيها له فاشتدت في حديثها على رسول الله إذ هي حاضنته ولها دلال عليه فأبت فزادها النبي نخلتين مكان النخلة أبت إلى أن أعطا عددا من النخيل مقابل هذه النخلة حتى رضيت فالشاهد أن الله عز وجل وسع على المسلمين بعد أن فتح عليهم بني قريضة فسبحان من يقلب الأمور وسبحان من يأتي بعد العسر بيسر سبحان الله سبحان إذ قال فإنما العسر يسر فالرسول من أمسه كان محاصرا هو الصحابة حصارا شديدا من أهل الشرك ويتوقعون متى يأتي العدو يتوقع المؤمنون متى يأتيهم القتل وبعد لحظات وبعد ساعات إذا بالأحوال تنقلب وإذا بالرسول الله وأصحاب رسول الله لهم الكلمة العليا ولهم الرزق الوافر الحسن نصرهم الله وبدل خوفهم أمنى وهكذا دوما لا ينبغي أبدا ولا يجوز أن نيأس من رحمة الله ولا أن نقنط من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومعنى بعض الأسئلة عن الحج يراد الجواب عليها فأقول مستعينا بالله يقول السائل لقد يسر الله علي فريضة الحج ونويت الحج بنسك القران ونطقت بقولي لبيك حجا لبيك اللهم لبيك هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد أم لجميع أنواع الحج أقول وبالله التوفيق إن التلبية الخاصة بنسك القران أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وبعد ذلك تختار النسك الذي تريده إن كنت تريد قرانا قلت لبيك عمرة في حجة يعني تقرانا قلت لبيك إن كنت تريد إفرادا ستقول لبيك حجا إن كنت تريد تمتعا فستقول لبيك عمرة والله أعلم يقول أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات وبفضل الله أتممت فريضة الحج ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفى رحمه الله فما كيفية الحج للمتوفى هي بعينها كيفية الحج لغير الميت إنما فقط عند الإهلال تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عن فلان إن كنت تريد أن تحج عنه قارنا ستقول لبيك عمرة في حجة عن فلان إن كنت تريد متمتعا عنه ستقول لبيك عمرة عن فلان وتذكر اسمه إن كنت تريد الإفراد عنه قلت لبيك حجا عن فلان وتذكر اسمه وما وراء ذلك شأنك شأن سائر الحجيج وأكثر من الدعاء إله بارك الله فيك وكذلك في الأضحية ستقول في دم التمتع ودم القران ستقول عند الذبح هذا عن فلان وتسميه يقول شخص مقيم بالرياض هل يمكنه الإحرام من جدتي لأداء العمرة إذا كان مقيما في جدة أم يجوز له ذلك أما إن كان قادما من الرياض فيلزمه أن يهل من ميقات أهل الرياض الذين هم أهل نجد الذي هو الآن ميقات السيل أو ميقات الهدى للقادمين من الرياض مرورا بالطائف فهو ميقات السيل أو ميقات الهدى أو بمحاذاتهما إذا كان في الطائرة متجها من الرياض إلى جدة وهذا يكون قبيل جدة بنحو من ربع ساعة أما إذا تجاوز الميقات وهم يريد للحج أو للعمرة بلا إحرام بلا إهلال من الميقات فعليه دم عند الجمهور لأن الإهلال من الميقات واجب وابن عباس يقول من ترك واجبا فلينسك نسيكة أو فعليه دم هل يجوز للمسلم أن يحج وعليه ديون نعم يجوز له ذلك إذا كان وقت الدين لم يحل أو كان صاحب الدين أجازه أو كان عنده من المال ما يسدد به الدين فالحج صحيح والدين ملازم له هل من المباحل المرأة عفوا ويواصل السؤال أي يوم أولى أسدد الدين أم أحج أقول الأولى لك أن تسدد الدين لأن الدين أمره شاق قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين يسأل قائلا هل يباحل المرأة أن تأخذ حبوبا تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج نعم لها ذلك جوزه فريق من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوز للمرأة أن تتناول دواء لمنع الحيضة حتى تستطيع أن تؤدي حجها أو أمرتها والله أعلم ما الرأي في من حج بغير ماله الجواب إذا كان سرق المال وحج به سرق المال وحج به فهو مرتكب لكبيرة السرقة والحج أدي عنه لكن يلزم سداد المال إلى أصحابه سلزم سداد المال إلى أصحابه هذا وبالله التوفيق هذا وفي الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلا طيبا فعلى المرء أن يحج من المال الحلال الطيب من المال الحلال أما إذا قدر وشخص جاءه مال من حرام فحج به الحج يصحح بعض الولماء مع إلزامه برد المظلمة إلى أهلها أما الحديث الذي فيه الحديث الذي فيه لا لبيك ولا سعديك فهذا الحديث في سنده ضعف هذا ويلزم سداد المال إلى أهله لا أقول أبدا استرق وحج لا يجوز لك ذلك لكن إذا كان المال عفوا أعيد صياغة الجواب على هذا السؤال أعدي صياغة الجواب على هذا السؤال فأرجو الالتفات لذلك ما حكم من حج بغير ماله أقول من حج بغير ماله إما أن يكون مقترضاً للمال أو يكون مختلساً سارقاً لهذا المال فإذا كان مقترضاً للمال جاز الحج بغير ماله أما إذا كان مختلساً للمال أو سارقاً للمال فليرد المال إلى أهله ولا يحج لكن إن تعذر عليه أن يسدد المال إلى أصحابه لا يعرف أصحابه سرق وأصبح عنده مال كثير وأراد أن يحج يحج ويتصدق بمثل المال المسروق إن عجز عن إيصالي لأصحابه أما إذا كان أصحابه متواجدون فيلزم رد المال المسروق إليهم لأن النبي قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً والله أعلم هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع يا محرمة كان النقاب منعت منه المرأة ففي حديث ابن عمر مرة موقوفاً ومرة مرفوعاً لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفزين فالفتحات المصنوعة على قدر العين لا يجوز المرأة ذلك أما إذا أزدلت المرأة سدلاً خفيفاً غطت وجاء بغطاء خفيف فهذا جائز لحديث أسماء كنا إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدان جلباً بها على وجهها فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدان جلباً بها عن وجهها والله أعلم هذا وإذا صنعت المرأة جاهلة لبست البرقع جاهلة أو النقاب جاهلة فلا شيء عليها أما إن فعلته عالمة فعليها إطعم ستة مساكين أو ذبح شات أو صيام ثلاثة أيام والحج يصح هل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ لا يجوز للمرأة أن تستعمل الطيبة وهي محرمة وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس المحرم طيباً هل يصح للمحرمة أن تلبس الذهب؟ نعم يجوز للمحرمة أن تلبس الذهب وقد أمرت عائشة امرأة ترددت في ذلك أمرتها أن تلبس الحلي وهي محرمة فلم يرد نص ثابت يمنع المحرمة من لبس الحلي والله أعلم يقول رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية هل يبطل طوافه ووضوءه؟ أختار رأي القائل بعدم بطلان الوضوء لأن قوله تعالى ألامستم النساء على رأي ابن عباس وهو الظاهر الصحيح المراد به الجماع فعليه طواف الرجل صحيح وصلاته ركعتين صحيحة كذلك يقول أديت مناسك العمر في شهر شوال وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هل أكون متمتعا أو قارنا هل علي فدية أم لا أقول على حسب نيتك في العمرة الأولى إن كنت تقصد بها أن تتمتع بها إلى الحج فعمرة تمتع وتكون متمتعا وعليك ذم التمتع أما إذا كنت تقصد بها عمرة مستقلة فلا تعتبر عمرة تمتع ويبقى النظر في نسكك الذي ستصنعه إذا ذهبت للحج إن اخترت بعد ذلك التمتع لك إن اخترت الإفراد فلك إن اخترت القران فلك بيد أن المسألة أيضا لا تقل من بعض الخلاف لكن إجمالي القول أن العمرة التي اعتمرتها ورجعت إلى بلدك ينظر فيها إلى نيتك والله أعلم كيف تصلي الحائض ركعته الإحرام الحائض لا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا تصلي ركعته الطواف تهل بدون صلاة تقول لبيك اللهم لبيك ولا تلزم بصلاة ركعته الطواف وصلاة ركعته الطواف أيضا في سنياتها نزاع إنما الذي ورد أن النبي أهل بعد صلاة هل كانت فريضة أم لا الله أعلم هل يجوز للمرأة ترديد أي الذكر الحكيم في سرها ويحائض نعم يجوز لها ذلك بل يجوز لها أن تقرأ القرآن والمس مس المصحف هو الذي فيه الخلاف فتمسه بحائل احتياطا إن أرادت ما حكم الحج عن شخصين في حجة واحدة هذا لا يجوز ولم يرد والله أعلم ما حكم التمسح بالمساجد التي في جبل عرفة التمسح بالمساجد التي في جبل عرفة من البدع ولم يصنع ذلك الرسول ولا أصحابه أما الصلاة في مسجد نمرة الظهر والعصرة فتلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم وقصرا والله أعلم إذا كان الإنسان محرما بالحج أو بالعمرة وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض هل يجوز له أن يخيط الإحرام نعم يجوز لأن الممنوع هو المخيط المفصل على الجسم المخيط المفصل على قدر الجسم أما الإحرام الذي تمزق وأن تصله ببعضه فلا بأس بذلك هل يؤاخذ الصبي بمحظورات الإحرام نعم يؤاخذ وعلى وليه والقائم بأمره أن ينظر في الكفارات إن احتاج الأمر إلى كفارات يقول خرج للحج ثم مات في الطريق هل يعتبر حاجا أو يلزمنا أن نحج عنه يلزمكم لم يحج إذا مات في الطريق لم يحج فليحج عنه أو ليأوه إن استطاعوا هل يجوز للإنسان أن يخرج إلى عرفة رأسا ولا ينزل في منا في اليوم الثامن نعم يجوز وإن خالف السنة لأن المبيت بمنا الليلة التاسع من السنة ليس من الواجبات فعلى ذلك إن خشي أن لا يستطيع الذهاب إلى عرفات في يوم التاسع له أن يصنع ذلك لكن إن استطاع أن يبقى في منا ويبيت بها إلى اليوم التاسع وبعد صلاة الفجر يذهب إلى عرفات فهو الأفضل والله أعلم هل يجوز للإنسان أن ينزل إلى مكة ضحى يوم الثاني عشر ويطوف طواف الوداع ثم يخرج إلى منا ويرمي الجمرات ثم ينصرف لا يجوز له ذلك لأن آخر عهدئي بالبيت ليس الطواف إنما هو رمي الجمار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهدئي بالبيت الطواف هذا والمجوزون إنما يجوزون عند الإضطرار القاسي وإلا الأصل لا يجوز ذلك والله أعلم هل يحصل التحلل الأول برمي جمرة العاقبة فقط كذا قال بعض أهل الحديث لحديث إن هذا يوم أحل لكم إذا أنتم رميتم الجمرة كل شيء حرم عليكم إلا النساء فإذا طفتم طواف الإفاضة حل لكم كل شيء حتى النساء إلا أن من العلماء من يقول لابد أن يفعل أثنين من ثلاثة من الأعمال التي تعمل يوم النحر يرمي ويحلق أو يرمي وينحر أو يحلق وينحر أو يرمي أو يرمي وينحر اثنين من ثلاثة أحوط وإلا فالأظهر الجواز والله أعلم رجل جاء مع امرأته قبل طواف الإفاضة وقد رمى وحلق ماذا عليه؟ عليه دم عليه دم دم جبران كما يقول علماء عليه دم عليه دم الذي جامع امرأته بعد رمي الجمرة قبل طواف الإفاضة عليه دم والحج صحيح الإنابة في الحج إذا كانت مقابل مبلغ من المال ما حكم أخذ ما زاد عن تكاريف الحج يجوز بالاتفاق بينكما لسيما إذا كان صاحب الإنابة يعرف هذا ولا مانع لديه حينئذ لا مانع منها والله أعلم المتمتع هل الأفضل له في التحلل أن يحلق أو يؤخر الحلقة ويقصر إن كنت تقصد بعد عمرته الأفضل للمتمتع بعد العمرة أن يقصر ويؤجل الحلقة إلى بعد رمي جمرة العاقبة والله أعلم ما حكم من ترك الحج توسعة للناس وخاصة أنه حج أكثر من مرة هذا جائز له وجائز له ويستحب إن كان مؤسرا أن يحج لحديث تابع بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكيرو خبث الحديد هذا وبالله تعالى التوفيق وفي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء اللهم آمين هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويأتني براس لشرعتنا الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين